هل يجوز للمرأة المطلقة أن تزوج نفسها أو تأخذ إذن ابنها وهو دون البلوغ طفل كتكو كده صغير دون البلوغ وهذا الزواج لم يعرفه أهلها إلا أخت والشهود أصدقاء له ولم يوثق لظروفهم معينة لأن أهل عارفين ولا فيه توسيق ولا يحضر من الطفل الصغير ده إذا أمكن اعتباره ولي أقول لها يا أمة الله إن جمهور أهل العلم على أن الولاية من أركان عقد النكاح لحديث لا نكاح إلا بولي أولياء المرأة هم عصبتها الأقارب من جهة الأب وهم على الترتيب الأباء فالأبناء فالإخوة فالأعمال أبوة بنوة أخوة عمومة طيب لابد في الولي من البلوغ لأن من كان دون البلوغ ليست له ولاية على نفسه فأولى أن لا يكون له ولاية على غيره لكن خالف في ذلك لحناف فأجازم للمرأة البالغة الرشيدة أن تزوج نفسها من الكفء بماهر المثلي ونحن لا نفتي بهذا لكن إذا جرى النكاح بناء على هذا المسحب أن ماذا؟ صحة أحنا اعتباراً لمن قال بصحته من الأحناف ونندب أطرافه إلى تجديد العقد مع الولي الشرعي ثم بقي أن نعلم أن اشتراط الولاية نمو لحماية المرأة وهي الطرف الأضعف في هذه العلاقة أني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة وبالمناسبة الولي لا يشترط حضوره بنفسه بل يكفي توكيله لغيره ويكفي حضوره عبر وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي التي تحقق التواصل بين الطرفين صوتاً وصوراً والحمد لله على يسر شريعته وعلى رحمته بعباده لكن يقول لك يا أمة الله بكل أمانة الصورة المذكورة مريبة الجمع بين عدم يعني الولاية والزواج يتم من وراء الأهل بالكلية وتقص إلى تغييبهم بالكلية وعدم التوثيق أخشى أن يكون الأمر مجرد نزوة حابرة من الزوج فإذا قضى وطره من المرأة ألقى بها وراء ظهره بلا تبعه تبقى وحيدة تجدر آلامها وتتجرى حصراتها فأعيد النظر في الأمر يا أمة الله ولا تدخل في مجازفة غير مأمونة العواقب واجمعي بين الاستشارة والاستخارة وفقت الله وألهمك رشدك